مرحبا بك أولا نعود نبركولك مرة أخرى مبروك التتويج هذا في مهرجين كبير كما مهرجين ملمو السينمائي في السويات مبرك فيك وإن شاء الله نبرك على سينما التونسية كل الفنانين ومصرين التونسي كل والتتويج في شخصي صحيح لكن يشمل الثقافة والمصرح والسينما التونسية كل أكيد هو من أجل ما يكون كان حاجة تشرف يعني السينما التونسية والثقافة عموما في تونس قبل ما نحكيه على التتويج ماذا بينا نرجع على الفيلم على الفيلم بنزين كنا شفناه في القاعات هنا في تونس نعود نذكره مثالش بالفيلم هذا شنوه يحكي ودور عليه اللي حيوي فيه بالضبط هو شريط بنزين خراج المخرج السارة العبيدي هو أول شريط روائي طويل اللي هي سارة علش نحكي في التفاصيلات خطر أن أعتبرها أنا مهمة خطر أنتقلت في الموضوع وفي التصوير انتقلت للجنوب الشرطي وقع إنجاز شريط بكله معناها تصوير كله تم بين مدنين وقابس جهة هذيك موضوع يمس مثل الحال هو يمس قضية الحرق على الأوروبا المجتمع التونسي يكتوي معناها بنيرانها أخيرا حادثة قرقنا معناها الشهيرة لكن من زوية نظر الوالدين اللي يبقى في تونس الحال هو حدث شريط الدور حول أب وأم يرحثوا على أبلهم اللي غاب في ظروف غامضة ونجموش يعف ونمشاه بالضبط اللي هو يقال إنه حرق معناها لإيطاليا لكن بقاطل قضية معلقة كما هو الحال في الواقع الحقيقي إلى يومنا هذا القضية مزيد معلقة الدوري هذا بالحال قمت بدور سالم الأب مع الموصلة القديمة اللي مثلت دور الأم صندس بن حسن أيما أنا أرثو نعي هذي هو الأدوار الرئيسية في الفيلم كما صندس وقع تتويجها في مهرجين وجدة بالمغرب السينما العربية أي لسينما المغاربيات على أحسن ممثلة المرة الثانية الفيلم يلقصد جيد في مهرجين ملبوع في شخصية في شخصية فيلم وصار التتويج الأخير هذا هيا تقريباً حتى الشخصيات يعني واختيار الشخصيات كان يعني آآ الكلها من تقريباً من الجنوب يعني بش آآ على الأقل تجسد الأحداث كما يلزم ولا توصل آآ للواقع كما يلزم حكا ولا؟ هوا أغلبيتهم ممثلة معروفة فاتنا بسايدين عمان حامدة حامد دقريا عبر كل الممثلين معرفين أنا في السينما تنصية غني على التعريف لكن لأول مرة أغلبيت الممثلين كل أغلبيت الممثلين كانوا من الجيهة هم خرجي معهد أكيدي وهذه صراحة تحصل بسارة العبيدة خطر مغامرة مش سهل في أول فيلم في أول تجربة روائية معنى فيلم باش تظهر به كمخرج باش توري به خدمتك تعطي أدوار مهمة المبتدئين بسراحة بما فيه مانا أنا مبتدئ في السينما أنا أول مرة معناها نقوم بدور في سينما ودور بطولة وهذا ما أنا أسريه أنا مفرحي بالأساس موثل ومخرج مفرحي معناها معروف في السحة لكن في بعين أول مرة وهذا مستهد هذه النقطة تحسب للمغامرة هذه للسارة العبيدي اللي أمنت بطاقات معناها من الجيهة ويتوقع في المستقبل باش يكون عندهم شأن باعة كما وزوها قامت بعمل جيد معنا باش يكون عندهم حضور في سينما التنصية أكيد يعني وانت على المغامرة كانت تحكينا يعني أنت أول مرة في السينما التصوير التورناش كيفش كان النص السيناريو كيفش تعطيت معه بطبيعة أنا توجد صدفة في المعنى بصدفة توجد فيلم كود فودر معنى وقاعة ما تعرفني سر العبيدي جملة معنا عمر ما تقابلنا وما تقدمش لكاستينك ما سمعتش بيه جملة الكاستينك في الأول نعرف في مهرجين قابس الدولي في المسرحية من إخراجي معنا في مهرجين الصيفي تواجد صار العبيدي في العرض هذيك تواجد في العرض المسرحية حاضرة المسرحية نعم هما حكاولها على سرطان علي حيوي ما تعرفنيش أنا نسمى واحد ينجم يكون بعض الأصدقاء من السينمايين ينجم يخذ الدور هذيك لكن هي ما عنديش فكرة عليها ما تعرفنيش إذا قابلنا مباشرة نجساديا معنا مباشرة تخذرني تلفية وتحط في الثغرة لكن قطر ما عنديش خالفيات هي عندها ما عنديش خالفيات ومبعد بشوية بشوية قابلنا نحب نجربك في دور كاستين كده قابلنا بشوية بشوية ومبعد استقرر على أن تصندي الدور مع العالم أنه كان في الطرف الأخر كان صديقي نعمان حمدة كان بشيخ الدور كان بشيخ الدور البطولة نعم وهذا شرعي ومحترم جدا نعم وهذا مهم جدا تلك المسرحة والمسرحة لكن عام اللهجة ممكن تغلب الكثة هذي التوجه ممكن التوجه صار العبيدي أنه تغلب اللهجة والجيها كي يظهر الفيلم أكثر واقع ويقرب ياسر يعني يمس الجه هذيك ويمس تونس الكل عموما هو اللي يخلى صار ممكن تمشي لعلي الليحيوي ويمثل الدورة ذي ممكن ممكن هي رهنة على الهجرة وحتى الموضوع ممثل يعيش في الجغرافية هذيك ويتنفس الفضايا هذيك يكون أصدقا ثورا يتبنى أكثر أكثر من ممثل باش يركب الأشياء أو باش يستبطنها ممثل منهم مهمتون يمثل في أي مكان الزمان مواش مبرر مصعبوتش عليك يعني الأمور الهنا لا لا كانت أسهل طبع الحال كانت أسهل في المستوى هذا كانت أسهل لكن في أنك تخوض دور بطولة من يعني خاطر دور معنا التعامل مع الدور في السينما مش كيما في المسرح حسينيما نجم تصور لقطة الأخيرة في أول تورناجة في أول تورناجة نجم تصور لقطة الأخيرة معنا التعامل مع اللقطات ومع المشاهد وفلاتو دائر بي كذي أول مرة معنا الحالة الرهبة كانت موجودة في الأول لكن بعد معت عودت برشة دي سيكونس تحب تقول أه عودت دي سيكونس سمى سمى دي سيكونس عودت برشة سمى لي شوية أما كانت سهل معنا صعب ما السهل برغم أنا قلت لك مخرج ومواصل مزرحي لكن ما هو السهل ما هو السهل سمى أكثر بسطة وأكثر تلقائية معاه هي في حد ديتها صار أول شريط معنا لها بالحال كانت تكون متشدة شوية في الأول تقوعة دي ونتصوره أنا شريط خذها مجاله وخاصة في الخارج معنا شريط ضربك ديه في الخارج هو مش أول تتويج بوان تتويج للفيلم يعني تويج أقبل نعم هل هي تتويج الثالث للفيلم حتى في معجل الأكثر أيضا في جهزة تقنية وهو صندص بالحسن أحسن مطلق هل هي تتويج الثالث ونتقق على تتويجات أخرى خطرة هو مازال عنده حضور في معرجان في الهند شهر القادم وحضور في فرنسا أيضا نتصور مازال يدور يعني الفيلم ومازال تتويجات تنجم تقول أنت شخصيا كنت تنتظر التتويجة ذا يا علي؟ لا لا صراحة لا لا على خطر أنا سبق أني خرجت مع الفيلم في معرجانات في معرجانات وشفت معنا تشوفها في الهام وتشوفها مثلا في المغرب أنا كنت في منافسة مع محمد البكري محمد البكري من بصر كبير معنى خذية هو الجيزة معنى وقتها من بصر كبير وما يتغشش حد كي اخو محمد البكري مالتا خطر ممثلا ما يتغشش حد كي اخو محمد البكري ومحمد البكري كنت في نفس النظر وصديقي وحتى الفيلم كان فيلم محبوك معنى فيلم الواجب اللي اخذية جهازة تحسن الشريط في ملمو 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 روما يعني عليه وانتي تعرف كيد يعني جوز نحن بس نقوله للناس اللي تسمع فينا روما عنتها من مهرجان عريق مهرجان ملمو ليسنما مهرجان عريق ملمو من المهرجانات الكبرى على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا والعالم العربي هو من أكبر وعندوا برشا متابعين حتى عالميا يعني القصادة كبيرة للمهرجان دي وطقة عالمية وتمويلات ومموذين كبار وكل شيء معنى مهرجان مهم معنى يوازي المهرجانات الكبرى في العالم العربي ثم بالحال هذه قليلة المهرجانات مثل الأخرى خاطر في بعض الحيان نجيبه جواز لكن فيه مهرجانات متوضعة معنى ما موجود هذي وصاعة نضخموا فيها ساعة ننقصوا وكأنك هكا تحب لتلمح الحاجة ولا انا انا معناها موضوع شوية من حاذا انو مثلا ما انا بتوصلك بيها حتى توسيل العالميا مع دي ذاعاتكم والعلم الجهوي في تطوير وشربة ومعناها انا صحيحا حصلت على جايزة في شخصي باش تقايدلي في كارييري لكن اتوقع ان الجايزة للسينما التونسي ليش عالي اللحيوي اكيد جدا هذا ما ملا شك فيه يعني الجايزة ما تعنيش عالي اللحيوي فقط معناها الجايزة هي للسينما التونسية والثقافة التونسية كي نعمل فيه المدعوم بالدولة التونسية وكذا احنا احنا كي نخرج البرمان ندافع على الثقافة التونسية والدولة التونسية هذا اللي تربيت عليه وانشأت عليه وندفع عليه يعني انا انا شخصيا قريت ارتيك للبرة من تونس ممكن ارتيك في تونس طبعا تقال تقريبا نوردين بطايف الشروخ الشروخي هذي هو خبر خبر والاعلام الجاوي وهذي اداعة ما تصل بك حتى حد حتى حد ما عدا من الفنانيين بقى الحال والسينمائيين اللي يتصلوا على التواصل الاجتماعي اما اعلميا حتى حد كأنا المسألة ممثل من ليبيا او من متشاد خذي جهزة وهذا انا استغرب عليش خاطر ممكن خاطر انا مش معروف تلفازيين انت مدير مركز الفنون الركحية ودرامية بيتطاوين المسألة هي المسألة اخر بس معروف علي اليحيوير مش معروف معروف اما انا استغربت من العلامة تونسية صراحة كان انا خاطر سبقا ومثلين اخرين خذيوا جوائز وحتى اشتر الباس واهتم بهم العلامة خذيوا حظوا عالمين المهم احنا الاخبار والناس كله احنا واجبنا معنتها الاتصال بك ومعطان باركولك على مرة اخرى التتويج اذا اللي هو نعود نقول تتويج مهم برشة في مهرجان عريق برشة اللي هو مهرجان ملمو السينمائي في السياد تحديدا بقى منحقك انك انت تلوم وتلوم على الاعلام خطر هو واجب يعني والانسان واي مواطن عنده حق في الاعلام طبعا هو حتى منحق الشريط منحق الشريط بنزين انه يتذكر معنا منحق خطر انا الكيمة معه سار المتعطف معها ونفس انه خطر احنا عملنا فيلم وانا كنت شريك في الفيلم مش مجرد ممارسل شريك في الانتاج يعني بالتبني 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 ونمن كما حاليا اليوم في الجمعة هذه فيلم يتصور في تطويل احنا في تطويل عملنا كل شي مش الفيلم هنا ينجح ما جاءنا نراهو مش ملا لا لا علنا كاشيات لا خلصنا لا وفرنا الظروف الكاملة يعني الكاسينج اللي تيجاوا باحدانا للمخر وتصدنا بالعباد خبطنا التصاور شفنا اللي وحيلوهم على فضاءات ننتقضوا احنا هي فضاءات مميزة نجم سيفاء التصوير نشيو معاهم احنا نفرحو كي تعمل فيلم في تونس تعمل فيلم في تونس سوى في تطاويل سوى في بنزرد سوى كاد راهو مشروع تنموية فيلم ثم نفرحو كي ثقافتنا ثم فيلم زادة ما يبعدش برش على تطاويل ديرنيرمون وكيد لك اسمعت بها عليه الحادثة الفيلم اللي وقعوا منع تصويرهم في كبير هذا هو نفسه هذا هو نفسه 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 نفس الفيلم هو المقر الاقامة متاحهم في تطاويل نعم في تطاويل ويخرجوا لبعض تصوير الخارجي هو نفس الفيلم نفسه نفسه صراحة كنا تعطفنا مع المجموعة ومع مخرج الفيلم على خاطر وذلك فقافة رخصة رخصة الفيلم سيد الوالي ما عندهش حق مش يدخل فيه مثلا خاصة في السيناريو معنا هو المنع جاء عن بعد ما هو تطلع على السيناريو ما هوش دورك كنا تعطفنا ونحتاج عن اي رقابة من نوع هذا اكيد اكيد واحنا كنا نحكينا حتى مع حبيب أعطيها وقال انه استغرب والناس كل استغربت الحقيقة انه كيفاش اليوم وشخصيا ما عندنا نتفرجه في الافلام خلينا نقولوها ما عندنا نتفرجه في الافلام احنا البره تشوف انت البيت الابيض بالصوير احنا البره تشوف انت تدل على العقلية الادارية الموجودة حالة حصل للاسف ان شاء الله يتم التجاوز الخلاف هذية ويقع تصوير الفيلم مبروك مرة اخر علي اللحيوي تتويجة جائزة افضل ممثل عن دورك فيلب بنزين مهرجين ملموة وسكر على قبول الدعوة